بسم الله والصلاة والسلام علي رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عامليني رب كونك ويسنوا بخير دائما رب فيديو النهاردة بإذن الله بعنوان الحمام بيعيش كم سنة واكبر فرد حمام عندي عنده كم سنة فالنهاردة أوريك كده بعض الحمام اللي عندي القديم جدا اللي موجود عندي من ساعة مرجعت ربي حمام من حوالي مثلا حوالي عشر سنين او يمكن اقل من كده حاجة بسيطة فكنت انا طبعا بربي حمام من وانا صغير يعني من وانا عندي مثلا تلتاشر بعتاشر سنة كنت بربي حمام وبعد كده عادت فترة طويلة اللي هي فترة اعدادي وثنوي ما كنتش بربي حمام ورجعت ربي حمام تاني لما خلصت تعليم فكنت خلاص بها بدأت ان انا يعني اكون فادي او ان انا بقيت مسؤول عن نفسي فبقدر ان انا جيبي الحاجة اللي انا عايزها واعمل الحاجة اللي انا عايزها من غير محد يعترض عليها طبعا يا جماعة اول ما رجعت ربي حمام رجعت بجوز بلدي وجوز البلدي ده حاليا مش موجود لان انا بقيت الحمام البلدي اللي كان عندي كله بعد مثلا ايه حوالي سنة او سنتين من تربية الحمام البلدي فبعد كده بدأت ان انا جيب ايه زواجل وكريزليات وحاجات زي كده فالدكر الكريزلي ده جماعة من اكبر الحمام اللي عندي ومن اكتر الحمام اللي عندي عجوز يعني بص كده وش فرد الحمام بص عامل ازاي خشونا يا جماعة عجوز بص مراخيره وبقه فرد حمام عجوز يعني ايه باين عليها تمام السن ففرد الحمام ده عمره دلوقتي حوالي تسع سنين او عشر سنين لان انا كنت جايبه اصلا كبير شغال هو وانتيته وانتيته لسه موجودة عندي برا بس انا جوزته النتاية دي عشان كل فترة كده بحاول ان انا اغير لأو حمام التحديم عشان الحمام لما بيقعد مع بعضه فترة طويلة بيبدأ انه هو يضرب في بعضه ويكسر البيض ويموت الزغلي طيب الدكر دوت يا جماعة الحد لسه شغال ولسه بيخصب ومشاء الله بيحضا كويس يعني الدكر ده لسه بيشتغل وبينتج ويحضن كويس في حمام لما بيكبر ويعجز يوصل مثلا لتمنتاشر عشرين سنة هتلاقيه بدأ ان هو ما بيشوفش وهتلاقيه برضو بدأ ان هو ما بيخصبش يعني هتلاقي البيض بتاعه بيطلع فترة فالدكر ده مشاء الله لسه شغال وبينتج ولسه بيحضن جميل عشرة العشرة تعال اقريكم النتاية بتاعته واقولكم النتاية بتنتج ولا لا بسم الله مشاء الله بص يا جماعة دي النتاية بتاعته اللي كانت جايه معاه لما جبتهم من حوالي 8-9 سنين تمام نتاية كريزلي شبه تمام كده حاليا يا جماعة ما بتنتجش حاليا ما بتبطش والبيض اللي تحتهم ده انا محضنه والزغالي اللي تحتهم دي ما شاء الله انا محضنها تمام فانا مجوزها دكر هوا شاب تمام عشان ماينفعش ان انت تدي دكر عجوز لانتها عجوزة ولا دكر شاب لانتها شابة لازم فرد عجوز مع فرد شاب عشان الخبرة تمام كده فالحنية والخبرة ان انت تدي فرد عجوز لفرد شاب بيساعده على ان هو يتعلم ازاي باحنين و ازاي حضن و يديرو خبرة كويسة فالنتاج ديت حاليا ما بتبطش طبعا الفترة اللي فاتت قبل ان تنقاطع خالص عن البيض كانت بتبيض مثلا بيضة واحدة كل فترة طويلة بعد كده بدايت ان هي تبيض بيضة واحدة حجمها صغير جدا قد بيض العصافير وممكن تبيض البيضة من غير اشرة او اشرتها ضعيفة الكلام ده كله فدي لما بدأت ان هي تكبر وتعجز هي بقالها عندي حوالي 8-9 سنين و انا جايبها كبيرة شغالة يعني ممكن تكون هي اصلا عمرها قبل ما اجيبها 3-4 سنين 5 سنين الله اعلم عمرها كان كام قبل ما اجيبها بالزبط طيب عندنا هنا الزكر ده جامعة بص الدكر ده بص الوشه ده دكر من الوشوش العظام تمام عندي بقاله حوالي 8 سنين كنت جايبه كبير تمام وكان حمام تحضين عندي وكان فرد زيادة فاعرضتوا للبيع وبعتوا تقريبا ب70 جنيه او 80 جنيه من حوالي 7 سنين كده والاشتراه مني قال لي ابو ماريوم فرد الحمام اللي انا اخذته منك طلع ما بيخصبش طلع بيروق فقالتوه مفيش مشكلة عايز ترجع فرد الحمام هد فرد الحمام واخد فلوسه فرجع لي فرد الحمام واخد فلوسه ومن ساعتها موجود عندي كفرد حمام طحضين متجوز نتاية كرزلية ومش محتاج منه ان هو يخصب هو بيحضم بيد وزغليل حمام النفاخ الحمام المفتل حمام هزاز فبرضو من الحمام القديم اللي موجودة عندي زي ما قلتلكم كده بقاله عندي حوالي 8 سنين وانا كنت جايبه برضو كبير وشغال فممكن يكون اكبر من 8 سنين مثلا ممكن يكون 9 سنين 10 سنين فده طبيعي في الحمام ده عمر متوسط كمان في الحمام تمام كده طيب تعالي اقريكم حاجة من الحاجات بقى ايه الجميلة بتاعتنا بص يا جماعة عندي هنا النتاية الزاجل اللي قدامنا دي النتاية الزاجل دي يا جماعة لابسة ديبلاتي القديمة بص كده عليها اسمي ايه مكتوب التونسي رقم 011 تمام دي ديبلاتي القديمة قبل ما ابدأ في موضوع اليوتيوب تمام ايه يا جماعة ديبلاتي القديمة قبل ما ابدأ في موضوع اليوتيوب وقبل ما يعني ابو ماريم التونسي يعني كان اسم ابو ماريم التونسي عادي كمعان ماريم يعني ما شاء الله بس النتاية ديت عندها حوالي 7 سنين تمام كده فرخي من الحمام الزاجل اللي انا جبته اول حاجة خالص هذه بنت الحمام الزاجل اللي انا جبته اول ما بدأت في مشا الله عمرها دلوقتي حوالي يmeerso ˝بَعَ سنين ودخلف 28 سنين تمام لتحتها دولة اتشب تخددها مساء الله لتحتها دولة تِنطح الى موضوع اليو Everyone قد يبيض وينتج مع toolkit قد يبيض تمام النوت بديضا و بردasy اتشب 7 أو 8 سنين طيب الحمام ممكن يقعد ديه ببيض وينتج هقولك لو نوتي نوتي ممكن على حسب طبعا اهتمامك ورعيتك ليها وعلى حسب التغذية وعلى حسب انت بترعيها في موضوع البيض والانتاج دوت ولا محمل عليها فيه يعني بتاخد منها كتير وبتسحب منها ببيض كتير ولا لا وبتهتم بتغذيتها وبالفيتامينات والكلام ده ولا لا ممكن تبيض معاك مثلا لحد 7 سنين وتنقطع ممكن نتاية تانية تقعد معاك 8 سنين 9 سنين 10 سنين شغالة 10 على 10 ممكن نتاية تقعد 12 سنة و13 سنة يا جماعة تنتج وتبقى 10 على 10 وما فياش مشاكل بعد كده تبدأ ان تظهر فيها مشاكل في البيض والانتاج زي ان هي تأخر في البيض زي ان هي ضيط بيضة واحدة زي ان هي تنقطع عن البيض خالص الكلام ده كله الدكورة طبعا في حالات اشتغلت لحد ما كان عمرها 15 سنة و18 سنة يا جماعة وده كده عجوز جدا 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 بالنسبة للحمام فالحمام ممكن يعيشت دي اقولك الحمام يعيش لحد 18 سنة و20 سنة دي حالات ناس اكدتها لي في التعليقات قبل كده قالوا لي ان هم عندهم حمام عايش لحد مثلا ايه 18 و20 سنة تمام بس معرفش بصراحة اذا كان ممكن يكون في حمام يعيش اكتر من 20 سنة ولا لا طبعا اخواتنا اللي عندهم حمام قديم وعايش بقاله سنين كتيرة يكتبوننا في تعليقات ويقولوننا اكبر فرد حمام عندهم عايش بقاله كم سنة تمام كده يا جماعة فزي ما شوفنا مع بعض كده ده الحمام الكبير اللي موجود عندي واكبر حمام موجود عندي عمره قديه وايه الحمام اللي شغال منه وايه الحمام اللي خلاص بطل ان هو يشتغل وينتج منه فدا كان فيديو النهاردة يارب نكون استمتعنا بيه ما تنساش لا عجبك الفيديو اعمل لايك على الفيديو واعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يجيلك اشعار بايه فيديو بينزل على القناة جديد وكما تنساش تعمل مشاركة الفيديو عشان توصل فيديو لكل الناس ولو عندك استفسارة ومحتاجة موضوع نتكلم فيه اكتبوني في تعليقات وان شاء الله جاهز لك الموضوع ننزلولك على القناة في عرب وقت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخوكم عبوب ماري ميتونسي